كانوا أربعة شبان صفاقوا باكرا وتوجهوا إلى قمة الجبل المطلة على قرية أيتبا حمو بجماعة أيتحد يوسف بإقليم ششاوة هنا ولجوا غارا مهجورا بحثا عن معاد لكن حدثت الفاجعة حين انهارت فوقهم الصخور وأقبرت الشبان الأربعة كي يحفروا مرات جبلها كي يتخلع على الجبل كي يطاحت الجبل صافتا يزم كل شيء هذا الراح في هذه المنطقة الجبلية المعروفة بوفرة المعادن والمجهولة في برامج التنمية يعاني الشباب البطالة بعضهم لم يجد طريقا آخر غير الارتماء في غياهب بعض المناجم المهجورة بحثا عن بقايا بعض المعادن وسط خطر الانهيارات في مساء اليوم شيعت القرية أبناء أهل أربعة وسط حزن قاس يضاهي قساوة العيش في قرية معزولة وسط جبال منطقة سكساوة ليبقى شبح البطالة والفقر وراء جري العشرات من الشبان وراء ما تبقى من غبار بعض المعادن